زي ما خبرنا اللي جيدة عن السلاح السلاح ماشي بخطة جيدة كان فيه طبعا مفاجأة كبيرة من السلاح كان بطلها زياد السيسي لعب منتخب مصر للسلاح واللي فاز ببرونزية كأس العالم اللي تتلعب في إيطاليا ألف مبروك مليون ألف مليون مبروك يا زياد زياد السيسي لعب منتخبنا الوطني الأول لسلاح السيف حق المدالية البرونزية في بطول الكأس العالم اللي بتتلعب في مدينة بادورا الإيطالية في الفترة من 1-3 مارس السيسي كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على بطل أسبانيا بنتيجة 15-10 في دور الـ 64 وبعدين كسب بطل أمريكا في دور 32 بنتيجة 15-11 وفي دور الـ 16 فات زياد على بطل المجر بنتيجة 15-12 وبعدين كسب بطل أمريكا في دور الثمانية بنتيجة 15-10 زياد كان خسر فيه قبل النهائي قدام بطل أمريكا عشان يكون ضمن مديليا برونزية في كأس العالم تطبعا صورة لعبنا الكبير زياد السيسي ومنتخبنا شارك في البطولة دي ببعثة مكونة من زياد وأدهم معتز ومحمد عامر ومازن العربي وده بالإضافة إلى الفرنسي أي نست المدير الفني المنتخب والدكتور يوسف حسن أخصائي علاق طبيعي والبعثة كان بيترقصها المهندس خالق كابش عضو مجلس إدارة اتحاد الخماسي وسلاح سور الاتحاد السلاحي يعني من الاتحادات اللي احنا بنقول عليها بشكل كبير في الانبعات القادمة نتمنى يا رب الاتحادات اللي شغالة وبازل مجهود ربنا يعني يكافئهم ببطولة أو مديليا الانبعات في باريس 2014